زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنظار العالم تتجه مجدداً لمملكة البحرين كيف لا وهي تحقق الإنجازة والإنجاز في مكافحتها لجائحة فيروس كورونا وهذه المرة قمة هرم منظمة الصحة العالمية يطلع عن قرب على الأنموذج البحريني الرائد في مكافحة الجائحة العالمية فمن خلال الإدارة العلمية المدروسة والمتواكبة مع التحورات العديدة للفيروس تقدم مملكة البحرين تجربتها المثلى والتي يديرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بكل كفاءة واقتدار مع فريق البحرين الذي شكل علامة فارقة ومضيئة بين دول العالم في إدارة الأزمة زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية للبحرين لم تكن أولى الالتفاتات لجهود المملكة في المجال الصحي على الصعيد العالمي فقد أعلنت المنظمة مؤخرا المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم الشرق المتوسط نظير جودة خدمات الرعاية الأولية في المراكز الصحية الموزعة في مختلف المحافظات مع سهولة الوصول لها والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين إلى جانب البرامج التي تهدف لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية هي جهود ذؤوبة متواصلة يبذلها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل مواصلة تطوير المشاريع الصحية بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة لصالح القطاع الصحي ترجمة نانسي قنقر